السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمر اليوم بحول الله ودعونا إلى دراسة الفصل الخامس من مقرر البروجيكت مونيتورينج هذا الفصل نتناول من خلاله ونقدم لمحة عامة عن إدارة التقييمات وتحديدا التخطيط والاطلاع والمتابعة واستخدام التقييم هذا فضلا عن فوائد التعلم والمسائلة المستمدة من التقييم سيتم أيضا تحديد المسئوليات والخطوات المطلوبة لتكليف وإدارة التقييم سنتطرق من خلاله أيضا إلى دراسة كيفية التنييز بين أنواع مختلفة من التقييم واستخدام معايير وتحديد وتعزيز نهج التعلم لا يغطي هذا الفصل كيفية إجراء التقييم كمقيم ولكن يمكن موظفي والجميع المراقبي المشاريع المهتمين بتطوير مهاراتهم التقييمية بشكل أكبر من أجل الانضمام إلى قائمة مقيمية يعني تكون عندهم جودة وتكون عندهم خبرة كيفية حتى يتمكنوا من التقييم الجيد للمشاريع إذن حان الوقت لدراسة التقييم بشكل خاص نبدأ دائما بالاستشهاد بمقولة لكاتب شهير سيمان نادي بوفار إنها الرغبة التي تخلق المرغوب والمشروع هو الذي يضع النهاية يقدم هذا الفصل لمحة عامة عن إدارة التقييمات وتحديدا التخطيط والاضطلاع والمتابعة والاستخدام التقييم فضلا عن فوائد التعلم والمسائلة المستمدة من التقييم يحدد أيضا المسئوليات والخطوات المطلوبة لتكليف وإدارة التقييم أيضا سنميز بين أنواع التقييم بالاستعانة بمعايير وتحديد تعزيز نهج التعلم غالبا ما يتساءل مدير المشاريع عما إذا كانوا يقيسون الأشياء الصحيحة في المشروع من الصعب معرفة مقدر الوقت اللي تقضيه في تقييم الأداء السابق ومقدر الوقت اللي تقضيه في الحفاظ على تقدم العمل يعرف التقييم إذن بأن التقييم المنهجي والموضوعي للتدخل الجاري أو المكتمل بما في ذلك مشروع أو برنامج أو استراتيجية أو سياسة وتصميمها وتنفيذها وتحقق من نتائجها يتعلق التقييم بالمسائلة والتعلم من خلال إعلام أصحاب المصلحة بمدى استخدام الموارد بكفاءة وفعالية لتحقيق النتائج المرجوة هذا كما أنه يمكنه من توفير المعرفة التجربية حول عناصر تدخل لنجحت أو لم تنجح وتحديد أسباب ذلك يمكن استخدام التقييم لتحسين عمل منظمة معينة أو مشروع معين من خلال صنع القرار القائم على الأدلة كأداة ترويج الأنشطة بمجتمع أو بمؤسة معينة إذن هناك العديد من مؤشرات نجاح المشروع ولكن ما الذي تحتاج إلى قياسه أثناء تنفيذ المشروع عادة ما يعتبر مدير المشاريع أثناء قيام دوراً بترويض الفوضى من أجل إنجاح المشروع لماذا؟ لأنهم يجلبون هيكلاً لسير العمل وأساس منطقي للنفقات هذا بالإضافة إلى الحاحة على اتباع الجداول الزمنية المحددة إذن هما يسترضون سياسات المكتب عند الحاجة يعينون المهام إلى الموهبة المناسبة يحددون من الجهود عندما تجاوز نطاق المشروع يعمل كمراقبة الجودة لإبقاء كل شيء يتماشى مع توقعات العملية مدير المشاريع هم أيضاً مختصون يتقاضون رواتب جيدة ويحتاجون إلى مساعدة ويساعدوا بدورهم المؤسسات على تسليم المنتجات في الموعد المحدد وفي حدود الميزانية المرصودة بدونهم تخسر شركة الملايين من الدولارات الضائعة بينما تستغرق المشاريع المعاقدة وقد طويل وطويل جداً حتى تكتمل لقد أصبحت المنظمات الذكية الآن تعتمد على مدير المشاريع الأكفة لتخطيط وتنسيق واستكمال خط يعني معين من المشاريع هنا مثلاً نستطيع أن نلقي نظرة على الأدوار والمسؤولية الرئيسية لمدير مشروع اللي تحتاج إلى معرفتها حالياً في سنة 2022 يعني الفوائد اللي تتحصل عليها من كونك مدير مشروع إذا كنت تخطط لأن تصبح مدير مشروع ممتاز فإنه الفوائد مقنعة تصنف إدارة المشاريع ضمن أكثر الوظائف إرضاء والأعلى أجر تصل حتى لـ 70 ألف دولار المهنيين مبتدئين وتنجم توصل حتى الـ 145 ألف دولار للممارسين ذوي الخبرة العالمية هذا طبعاً بالرجوع إلى السوق العالمية يعني لهذه الخبرات توقعات الوظائف أسرع من المتوسط تصل النسبة من 11% إلى 12% اعتماداً على الصناعة وفقاً لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل هنا أصبحت الشركات أيضاً أكثر توجه نحو المشاريع يعني تخرج من إطارها يعني كونها تحمل مجموعة من العناصر تشتغل بشكل دائم بل توجه العمل على كونه يرتكز على مشاريع تنهي المشروع الأول تبدأ في المشروع الثاني ويمكن وجود ثنين ولا ثالثة مشاريع تتماشى مع بعضها في نفس الوقت نظراً لنجاعة العمل وفقاً للمشاريع لماذا اليوم أصبحنا نتحدثوا على إدارة المشاريع الصغرى المشاريع الكبرى المشاريع الناجحة المشاريع ذات الجودة وذات الفعالية هذا يزيد الطلب على مديري المشاريع يعني اللي يكتسبوا مهارة ويكتسبوا كفاءة سيصبح التعلم المستمر والتحسين الذاتي هذا هذا وضع افتراضي ومفروض يمكن نقل المهارات الأساسية بسهولة إلى مجالات ومسارات وظيفية أخرى يمكنك أيضاً الاستفادة من خبرتك في إدارة المشروع كنقطة انطلاق نحو القيادة التنفيذية وخاصة منصب رئيس العمليات نادراً ما تأتي الفوائد دون التزامات يعني بصيفتك مدير مشروع من المتوقع أنك تتحمل قائمة طويلة من المسئوليات وإداء عدد من المهام الصعبة تشير هذه المسئوليات والمهام بوضوح تام إلى أنه إدارة المشروع هي الأنسب لقلة المرنة نمر الآن إلى تحديد مسئوليات مدير المشروع يتولى مدير المشروع المسئولية الكاملة عن المشروع وهو الشخص المسئول في النهاية عن نجاح أو فشل هذا المشروع قيادة تطوير المشروع في جميع المراحل منذ البداية إلى النهاية من المتوقع أن يقوم مدير المشاريع يعني بتنفيذ المهام الرئيسية التالية أولاً إعطاء شارة البداية البدء في المشروع يحتاج إلى إجراء تقييم أولي لمشروع مخترح بناء على متطلبات العمل الرسمية أو المشاركة مع الإدارة وأصحاب المصلحة والعملاء يمر إلى تقييم متطلبات المشروع ومتطلبات العمل في حد ذاته يحدد الأصول والموارد المطلوبة يحدد التبعيات يحدد التكاليف يقدر الجداول الزمانية يقيم المخاطر يسيخ خطة مفصلة للمشروع يحدد خطة المشروع التي تمثل في حد ذاتها وثيقة استراتيجية يتم من خلالها تحديد كل ما يحتاج الجميع لمعرفته حول المشروع كما أنه يحدد الشريط والمعايير من وقت تكلفة جودة تحقيق فوائد إلى آخره وذلك لتقييم ما إذا كان المشروع ناجح أم لا يعتمد أيضاً تدابير من شأنها أنها تساعد في تقليل المخاطر ويتم يعني يمر بعد ذلك إلى تطوير السياسات والعمليات ذات الصلة يتم تحديد خطة سائر العمل أو النشاط الشاملة بتاريخة شاملة اعتماد أفضل إطار عمل للمشروع يعين المهام والأدوار تحديد الجدول الزمني ويحدد الميزانية يضع نطاق المشروع أو أهداف ومواصفاته ومعايير الجودة منه التواصل مع يعني جميع معلمي ومداري بالمشاريع والسياسات والعمليات وهذا بمجرد سياغة خطة المشروع الرسمية فإن الخطوة التالية هي التوصيل النطاق النهائي والأهداف والمعايير الأخرى هذا هو تحديد التوقعات الصحيحة بوضوح لجميع المشاركين في المشروع يمكن أيضا وضع توقعات لجميع أصحاب المصلحة ويقوم بتنفيذ وثائق المشروع الشاملة ينشأ مساحة العمل ونظام البيئي للمشروع سواء كان المشروع سيتم إدارته محليا في الموقع أو فعليا في جميع أنحاء العالم ستحتاج هنا الفرق إلى الأنظمة الأساسية والأدوات وقنوات الاتصال المناسب للتمكن من إنجاز مهامهم بشكل صحيح بعد ذلك يمر إلى إعداد وشراء الموارد والأنظمة والأدوات اللازمة يتم توفير الوصول إلى الأدوات والموارد ذات الصيلة وضمان توفرها بناء الفرق اللازمة لإنهاء المشروع هنا يعني نأكد على أهمية وجود التدخل البشري اللي هو يعتبر قلب المشروع يعني نتعامل مع الناس بشكل صحيح وفقا لأخلاقية المهنة اللي تم الحاح عليها من خلال يعني تطرقنا لها من خلال الوحدة الفارضة وقد تم الانتهاء هنا من المشروع في منتصف الطريق يجب توضيح الأسباب يعني وضع التحديد المسئوليات نمر بعد ذلك إلى توضيح المهام والأدوار يتم إنشاء قنوات وبروتوكولات اتصال يتمكنوا من خلالها من تعزيز التعاون وبناء علاقات بين جميع الأطراف المداخلة نتمكنوا من تنفيذ خطة المشروع بمجرد إنه يكون الجميع على نفس الصفحة وتكون جميع معلمات المشروع واضحة يمكن دي قادة المشروع بدأ مهمة تنفيذ خطة اللعبة من البداية إلى النهاية هنا يجب المحافظة أيضا على المشروع في حدود الميزانية المحددة نستمر في تقدم المشروع في الوقت المحدد نخصص الموارد بأقصى كفاءة من حيث التكلفة نحافظ على معايير الجودة نحافظ على تحفيز الفرق بشكل كبير التمكن من إدارة التغيير للتقدم المرأي يمكن لمدير المشاريع من استخدام تقنيات وتطبيقات تمكنهم من الحصول على مستوى أعلى وعرف تفصيلي لكل جانب من جوانب المشروع يتمكنوا من تخفيف المخاطر وتحسين المكاسب والحفاظ على تركيز الجميع على أهدافهم الخاصة هنا بالاستخدام مثلاً المايكروسوفت بروجيكت أو أزانات ريلو سلاك والعديد من التطبيقات الأخرى نمر الآن إلى التحديد وحل النزاعات أيضاً من مهامه مدير المشروع معالجة الحويجز والإعلام الحمراء مكافأة التميز، الشروع في الإجراءات التصحيحية، التدابير التصحيحية عند الضرورة تحديث جميع أصحاب المصلحة بتقارير مرحلية دقيقة ومفصلة في الأخير مرحلة إغلاق المشروع عندما يبدو إكمال مشروع ما، هنا يؤذن ممارسي إدارة المشروع لكن لا ينبغي أنهم يكتفيوا بما حققوه من أمجات هناك الكثير أنهم يتعلموه من كل المشروع يمكن أن يساعدهم على أداء أفضل في المشروع الموالي هنا يعني عندما ننهي المشروع في هذه المرحلة يجب أن نستخلص الدروس واستخلص العبار للاستفادة منها في المشاريع المقبلة سواء كان المشروع يعني وصلنا من خلاله إلى الأهداف المرصودة وتمكننا من تحقيق النتائج أو عندها لم نتمكن بنسبة مئة بالمئة مثلا يعني نستقفى الدروس وما هي الأسباب اللي جعلتنا يعني نوفق في جانب كبير مثلا ولم يتم التوفيق نستخلص منها العبارة للمشاريع السابقة اللي حتما ستكون أحسن من هذا المشروع نهن الفريق على العمل الجيد نجري تشريح نزيه وشامل ومفصل نقدم رؤية قابلة للتنفيذ وتوصيات استباقية للمضي قدما الصفات هنا اللي تجعل مدير المشروع رائع مع أنه من المتوقع أنه يمتلك مدير المشاريع مصفوفة من المهارات الفنية والتجارية والقيادية اللي تميزهم وتساعدهم على النجاح تعد دراسة هذه السيمات نقطة انطلاق جيدة لمدير المشروع التموح تشمل هذه السفات الأساسية التوجه نحو العمل المسائلة مهارات الاتصال الممتزة الانضباط إدارة الوقت إدارة الميزانية التعاون فهم الآخر القيادة توجه نحو الهدف يزدهر مدير المشروع عندما تكون الأهداف ونتائج المرجوة وافحة ومحقولة يتمتع أيضا بعقلية وسلوك سليم يجعلهم يركزوا على تحقيق النتائج لا غير هنا في عنده زادة مسئولية يعني لن يساعدك توجيه أصابع اهتمام مثلا لا تهام عفوا أبدا على إكمال مشروع ناجح ممارسة ملكية المشروع وتحميل نفسك المسئولية هنا معناها يمكن أنك تحيد على الطريق السوي ويعني إدراك يعني تولي عندما تصرف بطريقة هذية يمكن أنك تحود عن تحقيق النجاح المرجو يعني يجب أنك تكون تخدم مع أن تتشتغل مع أطراف من الداخل أو يجب أن أعطي لكم ذي حقا حقا لا تنسب المشروع إلى ذاتك إلى شخصك لا يجب شخصانة المشروع إدارة الوقت هي صفة جد مميزة دائما ما تكون المشاريع محددة زمنيا هي مقنعة لمدير المشاريع لتطوير مهارات إدارة الوقت اللي تحسب عليهم يقوم محترفوا مع إدارة المشاريع الجيدون بسياغة جداول زمنية دقيقة نسبيا كما أنهم تضمن تقدم باستمرار في الوقت المحدد يحسن إدارة الميزانية المرصودة هنا نشأت إدارة المشروع في المقام الأول كي تحيط هنا تكلفة الجامعة المشروع وتحديد النفقات وتأفادي النفقات الغير مبررة هنا نقدر الجهد اللي يبضل مدير المشاريع من تسليم المشاريع بمستوية مثلة لكفاءة التكلفة وهو أمر لا يعتبر أمر هين وأمر سهل مع أنت دائما الطريق إلى مهنة إدارة المشاريع الناجحة ننهي بها يعني هذه المداخلة إدارة المشاريع هي مصار وظيفي يطلب مزيج من المهارات التجارية التقنية والمهارات خاصة الإنسانية والبشرية هناك العديد من الفوائد الرئيسية ولكن هذا المجال يجلب مجموعة من التحديات اللي قد لا تروق للجميع لا يعمل التنقل عبر الفوضى إلا بقبضة ثابتة على دقة القيادة يمكن أن تظل المشاريع فقط في الموعد المحدد في حدود الميزانية مع الانضباط والقيادة والعمل الجامعي هو يعني نجاح هو نجاح المجموعة بقيادة شخص تتوفر فيه الشروط اللي تم شرحه شرط بشرط وصفة بصفة نمر الآن إلى تحديد الوظائف الرئيسية خلال عملية التقييم فنبدأ بالدور الهام اللي يطلع به مفوض التقييم إذن هو الطرف أو صاحب المصلحة اللي قرر إجراء التقييم يمكن أنه يكون هذا مدير البرنامج أو رئيس البعثة في الصلة أو إخصائي أو وحدة من جمل وحدات مواضيعية من المقر ما تنتمي إلى المقر الرئيسي أو من مكتب إقليمي أو قدري يمكن أيضا أنه ينتمي إلى جهة منحة أو أي مجموعة من أصحاب المصلحة نمر إلى دور مدير التقييم الآن هو الشخص المسؤول عن إدارة التقييم من الممكن أنه يكون مدير التقييم من نفس الكيان أو من مكتب اللي طلب التقييم في أغلب الأحيان يكون مدير التقييم هو مدير البرنامج أو المشروع ومن المهم ملاحظة أنه في بعض الأحيان قد يكون العديد من أصحاب المصلحة جزء من لجنة إدارة التقييم والإشراف على عمليات التقييم معاً المقيم مكلف بإجراء التقييم يمكن أن يكون المقيمون مستشارين خارجين ومانحين ومنظمات شركة وحكومات يعتبر مستخدم التقييم اللاعبين رئيسيين لضمان الاستخدام الكامل للتقييم وفويده يمكن أنهم يكونوا مستخدمين مباشرين على سبيل المثال معنيين بشكل مباشر بتنفيذ التوصيات وأغراض المسائلة هذا بالإضافة إلى مستخدمين غير مباشرين ويمكن أنهم يكونوا أكثر اهتماماً ببعد التعلم من عملية التقييم ككل مراحل التقييم الآن يمكن تحديد ثلاث مراحل لعملية التقييم نبدأ بالتخطيط للتقييم بعد ذلك إجراء التقييم وثالثاً المتابعة واستخدام التقييم هذه المراحل الثالثة هي كما يلي اختيار المقيم أو المقيم نتمكن من خلال هذه المرحلة من تحديد الغرض من التقييم وإمكانية التقييم إعداد اختصاصات التقييم باختيار المقيم وإجراء عملية التقييم الإشراف على تنفيذ تقييم خطط العمل تقييم التغذية الراجعة على جميع مراحل التقييم وضمان جودة هذه العملية ثالثاً متابعة تنفيذ التوصيات واستخدام التقرير ونشر التقييم النهائي يصير ويد الأعمال الناجحين بشدة بإجراء تقييمات ويبدل استخدام الفعال للتقييم بالتخطيط السليم تطلب أن تأخذ جميع المقترحات بعين الاعتبار إدراج تقييم داخل المشروع ومن ثم فإن الخطوة الأولى للتخطيط تحدث أثناء تطوير المشروع يقدم متوير المشروع وصف موجز للتقييم بما في ذلك الغرض والتوقيت والاستخدام المقصود والمنهجية المعتمدة يجب أيضاً تضمين تكلفة التقييم في الميزانية في مرحلة التخطيط إذا لم يكن من المتوقع إجراء التقييم للمشروع في مرحلة التطوير فيجب تقديم مبرر مناسب وشرح تفصيلي قد تشمل أسباب ذلك ما يلي يمكن أن تكون الجهة المانحة المتوقعة قد أشارت قبل تقديم الاقتراح إلى أنها لن تتمكن من تمويل أي تقييم تخطط الجهة المانحة لإجراء تقييمها الخاص خارج دور التنفيذ المشروع تم الاتفاق مثلاً على نهج تقييمية أخرى مع الجهة المانحة مثل استعراضات أداء المشروع أو استعراضات ما بعد الإجراءات وما غير ذلك في حين قد توجد استثناءات أخرى محتملة هنا يمكن أن نلاحظه أنه لا يعتبر مبررات صحيحة أو كافية لاستبعاد التقييم من تصميم المشروع يعني المشروع يصير على ما يرام بدون تقييم سيقوم المشروع بفحص صلاحية التقييم لاحقاً يمكن المشروع إنفاق تلك الأموال بطريقة أفضل هنا يمكن أيضاً اعتماد على المانح اللي لا يريد في الأخير إجراء التقييم دون مزيد من التفاوض مع الجهة المانحة تعكس الأمثلة المقدمة أيضاً ثقافة تقييم ضعيفة وفشل في فهم ثوائد التقييم في حظيته وتعزيزها على النحو الواجب إذن إذا لم يكن من الممكن إجراء تقييم كامل بسبب قيود التمويل أو الموارد أو قصر مدة التنفيذ فقد تظل هناك احتمالات لإجراء نهج تقييمية أخرى على سبيل المثال يمكن إجراء مراجعة داخلية وتقديم تقييمات أخرى مثل ورشات عمل الدروس المستفيدة أو تقارير مراجعة البرامج أو تقارير أداء البرنامج في حظيته سيتم شرح هذه الأسباب التقييمية لاحقاً طوال هذه الوحدة ومع ذلك فإنه مناهج التعلم أو التقييم الأخرى هذه ليست شاملة مثل التقييم ولا تحل محلها يمكن النظر إلى مناهج التقييم الأخرى على أنها مكملة للتقييم حتى عندما يتم التخطيط للتقييم على عكس النهج التقييمية الأخرى تكمن فائدة إجراء التقييم في مناهجيته الأكثر قوة وصارمة يسمح التقييم بإجراء تحليل مفصل من خلال إطار عمل منطقي ومحدد مسبقاً مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ويدعم نهج قوي قائم على الأدلة لتوفيق الأداء العام والتغيير الناجم عن التدخل اللي سيتم قياسه مقابل معيار مقبول ومختبر على نطاق واسعة تدخل فيه مجموعة من معايير التقييم أثناء التنفيذ يتم التخطيط إذن للتقييم عادة قبل بضع أشهر من إجراء التقييم يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية أولاً تحديد الغرض من التقييم وإمكانية القيام بها هذه العملية ثانياً إعداد اختصاصات التقييم وثالثاً اختيار المقايمين سنتناول بالشرحة هذه الأجزاء بالجزء بالجزء تتمثل الخطوة الأولى في التخطيط للتقييم في تحديد الغرض من التقييم وإمكانية تقييمه يصف الغرض من التقييم السبب العام لإجراء التقييم ونتيجه المتوقع قد تستخدم الوكالات والمنظمات مصطلحات مختلفة ولكن هي في الأخير مفتوحة لقبول جميع المصطلحات عند إعداد التقييم يعتبر التقييم قابلية التقدم في المشروع بعبارة أخرى الجدوى منه جزء أساسي من عملية تخطيط التقييم هذا ما يزيد من احتمالية أن يكون التقييم قادر على إنتاج معلومات موثوقة في الوقت المناسب أو عن طريق الحد من نطاقه يشجع مدير التقييم لوضع توقعات تكون وقيعية ذات فاعلية لتقييم ما على أساس الحقائق السياقية على الأرض بما في ذلك الحقائق المالية والتوقيت كذلك نعتمد على آلية الرصد وجمع البيانات الموجودة فعليا هذه البيانات يمكن استقصائها من المشاريع السابقة أو من عملية الرصد التي سبقت عملية التقييم من المهم مراجعة وثائق أو استراتيجيات المشروع على تصفيله لتحديد ما تم الاتفاق عليه بالفعل مع الجهة المانحة أو على المستويين المؤسسي والحكومي نظرا لأنه قد يكون قد مر بعض الوقت منذ بدء التخطيط لتقييم التدخل فمن المهم أيضا مراجعة الاختيارات اللي تم اتخاذها حتى الآن في التدخل وذلك للتأكد من أن القرارات السابقة المتخذة لا تزال قائمة عند إجراء التقييم من عدمه قد يحتاج مدير البرنامج إلى مناقشة أي تغييرات مخطط لها مع الجهة المانحة تتضمن عملية التخطيط للتقييم قرارات المقايدة حيث سيتعين على مدير التقييم أنه يوازن بين تكلفة وجدوى تصميمات التقييم المختلفة فضلا عن فوائد التقييم التشغيلية والمؤسسية والاستراتيجية لتحديد الغرض وتقييم قبيلية التقييم يجب أن يكون المديرون على دراية كافية بالأنواع الشائعة من التقييمات والمنهجيات هذا بالإضافة إلى إلمامهم بمعايير التقييم يمكن أن يساعد فهم هذه المفاهيم والمتطلبات والخصائص التقنية تمكن مدير التقييم على إدارة تقييماتهم بشكل أكثر فعالية وأكثر جودة هنا علينا الإجابة على بعض الأسألة الاسترشادية التي يمكن استخدامها لتأثير الغرض من التقييم أولا من هم المستخدمون المستهدفون من التقييم ثانيا من الذي يسعى التقييم إلى تقييمه هل هو التدخل في حد ذاته أم المكونات الموضوعية المحددة هل نقوم بتقييم الاستراتيجية ما هي جوانب التقييم ذات الأولوية المطلوب تحليلها مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يلزم بالضرورة تغطية جميع معايير التقييم ما هي الندائج المتوقعة كيف يمكننا تحديد البسئوليات وما الذي سنتطرق إليها من نتائج وكيفية استغلال هذه النتائج لإستقصاء الدروس المستفادة منها يعتبر تقييم قابلية التقييم بعبارة أخرى الجدوى للتقييم جزء أساسي من عملية تخطيط التقييم هذا ما يزيد من احتمالية أن يكون التقييم قادر على إنتاج معلومات موفوقة في الوقت المناسب أو عن طريق الحد من نتاقه هذا ما يشجع مدير التقييم على وضع توقعات تكون ذات صيلة على أساس الحقائق السياقية المستقاط من أرض الواقع بما في ذلك الحقائق المالية التوقيت المناسب كذلك الجمع لمجموعة من آليات الرصد وجمع البيانات الموجودة فعلياً نمر الآن إلى تحديد أنواع التقييم يمكن تحديد أنواع التقييم وفق العناصر التالية الغرض التوقيت من يقوم بإجراء التقييم النطاق والخصائص التقنية لتقييم سيتم تناول هذه العناصر بالدرس عنصر بعنصر نبدأ بدراسة النوع الأول من التقييم وهو وفقنا لمعيار الوقت يعني هنا يتم التمييز على أساس توقيت تمرين التقييم بعبارة أخرى عندما يتم إجراء التقييم في دورة حياة التدخل أنواع التقييم حسب التوقيت يمكن إجراء التقييمات في أوقات مختلفة يمكن تنفيذها قبل أو أثناء أو بعد حدوث تدخل أساسي في كل حالة من هذه الحالات سيتم الاعتماد على أغراض مختلفة يتم إجراء التقييمات المسبقة قبل تنفيذ التدخل يعني قد يتحدد تقييم المسبق الوضوح اللي تم من خلاله تحديد الأهداف فضلا عن معقولية الأهداف نفسها يتم إجراء التقييمات المؤقتة أو المتوسطة في مرحلة ما أثناء تنفيذ البرنامج أو التدخل في نقطة يجب أنه تظهر فيها بعض النتائج المبكرة يتم إجراء التقييمات اللاحقة بعد اكتمال البرنامج أو التدخل أو على الأقل قريبة بدرجة كافية حتى النهاية بحيث يمكن فحص معظم الأنشطة وتقييم النتائج الفورية يمكن أن تكون التقييمات تكوينية بمعنى أنها تهدف إلى تحسين الأداء ويتم إجراءها في أغلب الأحيان أثناء مرحلة تنفيذ المشاريع أو البرامج أو يتم إجراءها بشكل موجز أي يتم إجراءها في نهاية التدخل أو مرحلة يعني بعد مرحلة من هذا التدخل هذا لتحديد ماذا ناجعية وفعليات النتائج المتوقعة أن نتوصل من تحقيقها يتم إجراء تقييم مسبق قبل تنفيذ التدخل لتقدير صحة التصميم والسكان المستهدفين والأهداف يشمل التقييم المسبق المعايير وتحليلات التي لا تغطيها تقييمات الإحتياجات أو التقييمات أو دراسات الجدوى تستخدم هذه التقييمات في الوقت الفعلي في الغالب في حالة الطوارئ في المرحل الأولى من التنفيذ وذلك لتوفير ملاحظات ثورية لمدير التدخل حول عملية مستمرة يمكن إجراء تقييم منتصف المدة أثناء تنفيذ التدخل وأيضا لغرض تحسين أداءه أو في بعض الحالات لتعديل هدف معين إذا أصبح غير واقعي بسبب عوامل غير متوقعة أو تحديات التنفيذ الآن أمر للتقييم المسبق يشير هذا إلى وجوب إجراء التقييم في وقت مبكر لأن إمكانية التأثير على العملية تكون أكبر في البداية وتضاءل بعد ذلك ومع ذلك كيف ومتى؟ يعني في ختام المشروع أم أثناء تنفيذه؟ من الواضح أن الهدف هو تحديد الجودة ما تم إنتاجه سواء كان ذلك على سبيل المثال في التعليم المدرسي أو تنفيذ برنامج إصلاح معين أو بناء منزل أثناء التنفيذ نعم بشرط وجود حاجة واضحة لذلك يعني يكون الأصلاح مبرر على سبيل المثال قبل أن يدخل المشروع مرحلة جديدة أو عندما يكون هناك تغيير في الإدارة أو عند وجود مؤشرات على أن المشروع يصير في الاتجاه الخاطئ أو عند الاشتباه في أنه غير قانوني يجب هنا إدخال إجراء التعديل اللازم نقترح إجراء تقييم في البداية قبل بداية المشروع يكون هذا التقييم يعني هذا الإجراء مبرر إذا كان التقييم المسبق هو الرغبة في توضيح الأسألة الرئيسية اللي ستحدد شروط التخطيط قد تم توضيح الفوائد اللي سيتم جانيها من خلال تقييم البنك الدولي لأكثر من ألف حالة استثمار يظهر التقييم أنه ما يصل إلى 80% من الحالات اللي أجرت دراسة جدوى الشاملة وضمنت الجدول عند الدخول كانت ناجحة في حين أنه 35% فقط من الحالات اللي كانت أعدادها سيئة كانت يعني أعدادها سيئة وهي تمكنت من أنها تحقق ناجحة ترتبط بذلك فائدة التقييم المسبق بشكل أساسي بما إذا كان المرء قادر على تحديد أفضل حل للمشكلة المطروحة وتجنب الحلول اللي تكون باهظة الثمن وغير فعالة سيعتمد هذا على تقديرات أثار المشروع يعني هذه التقديرات تكون مفيدة لقرارات الإدارة أثناء التنفيف وهي معلومات مرجعية للتقييمات المؤقتة واللاحقة قد يكون التقليم المسبق مفيد أيضاً في دراسة السيناريوات المختلفة وتأثيرات التغييرات في معلمات معينة أثناء التنفيذ يتم استخدام القليل جداً من تحليل الحساسية المنهجية حتى في المشروعات الكبرى والشاملة تمثل كل حالة أو مشروع استثماري واحد فقط من عدة مفاهيم محتملة يمكن تحقيقها مقدماً ربما تم تقييم مفاهيم أخرى ولكن تم رفضها لفالح المفهوم المفضل بعد اكتمال المشروع يتم تقييمه فيما يتعلق بالأهداف والتأثيرات المخطط لها والمتوقعة والوضع السابق ولكن نادراً ما يتعلق بالواقع المضاد أي ما كان يمكن أن يكون عليه الوضع لو لم يتم تحقيق المشروع بسبب هذا أولاً والأهم من ذلك أن تفضيل الناس عادة هو الاستثمار في شيء جديد ومع ذلك من خلال النظر إلى الماضي أثبت خيار السفر مرات عديدة أنه الخيار الأكثر ربحية مما يشير إلا أنه التقييم المسبق يجب أنه يراجع أيضاً الخيار السفري لأنه يوفر أساس للمقارنة ذلك الغاية منه هو تقييم المنفعة المستقبلية اللي ستحصل نمر الآن للتقييم على أساس معلومات غير كافية في التقييم المسبق أشرنا أنه يجب أنه يعتمد الكثير على الافتراضات نظراً لتوفر عدد أقل من الحقائق إذن أنه مرتبط بشكل أكبر بالتاريخ والحقائق والتفسيرات هذا مما يؤدي إلى مجموعة مختارة من مباني القرار تتأثر بهيكل المنظمة وأدوار الجهات الفاعلة بالتالي يؤدي نقص المعلومات إلى زيادة الاعتماد على الخبرة أو على الرأي أو في أسوأ الأحوال على التخمين هذا هو عيب ولكن ليس عائق أن الجمع بين الحقائق والافتراضات الراسخة هو أفضل ما يمكنك تقديمه في مرحلة مبكرة ومع ذلك يمكن للتقييم المسبق أن يساهم في توليد وتحليل منهجي لمثل هذه المعلومات الافتراض هو أن هذه العملية ستوفر نتائج أفضل من دون تحليل منهجي على الرغم من ضعف قاعدة معلوماتية كافية ما ذكرنا سابقا يحدث التقييم المسبق عندما يتم اتخاذ القرارات الرئيسية وتكون إمكانية إجراء التغييرات أكبر ولكن عندما تكون حالة عدم اليقين أكبر وتكون قاعدة المعلومات محدودة للغاية ما يهم إذن هو نوع المعلومات المطلوبة وبذلك نظرا لأن التركيز الرئيسي ينسب على المشكلة والاحتياجات التي من المفترض أن يلبيها المشروع فهناك حاجة أقل للمعرفة التفصيلية للحلول البديلة للمشكلة وبالتالي تستخدم التقييمات في الوقت الفعلي في الغالب في حالات الطوارئ وفي المراحل الأولى من التنفيذ إذن لتوفير ملاحظة فورية لمدير التدخل حول عملية مستمرة تمت ممارسة التقييم في الوقت الحقيقي هنا ينمر لنوع ثاني وتوثيقه على مدار العشرين عام الماضية في البداية في المشاريع الإنسانية هناك الآن اهتمام تزايد بالتعلم من هذه التجربة لإثراء التقييمات في مجالات أخرى لا سيما في مجال التنمية إذن لا يزل هناك تباين كبير في كيفية فهم وتنفيذ التقييم في الوقت الحقيقي ضمن التعريفات المختلفة وحدة أو أكثر من الميزات التالية أولا تمكننا من الحصول على بيانات الوقت الفعلي هنا تقارير فورية سريعة بيانات التقييم تتعدد أوقات النشاط التقييمي تدعم أنواع مختلفة من التعلم يعني تعلم ذا حلقة وحدة أو حلقة مزدوجة أو حلقة ثلاثية اشراك مستخدمين مختلفين معا في الحوار لصنع يعني تخطيط جيد للمشروع تتضمن بعض التقييمات الوقت الحقيقي كل هذه الميزات وتتضمن أيضا استخدام البيانات في الوقت الفعلي وإعداد التقارير عن المعلومات في الوقت المناسب لإعلام التنفيذ ودورات متعددة من التقييم الآن نمر لنشاط يعني تقييم النشاط تدعم أنواع مختلفة من التعلم تضمن مشاركة نطاق أوسع من المستخدمين وذلك بغاية فهم النشاط واستخدام هذه المعلومات لهذا الغرض والوصول إلى نتائج المرجوة تضمن بعض التقييمات في التوقيت الحقيقي بعض من هذه العناصر فقط بالتالي هي تعتمد على المواقف التي تكون فيها بعض التقييمات في الوقت الحقيقي مناسبة وما هو مطلوب الإنجاحة على طريقة التي يتم بها تعريفها والفوائد المرجوة من القيام بذلك تم إجراء التقييم في الوقت الحقيقي أولا لتقييم التدخلات الرئيسية مع الإشارة المبكرة إلى الممارسة الجيدة هناك تباين كبير في كيفية تعريف بعض التقييمات في الوقت الحقيقي مع التركيز على مجموعات هنا تكون مخصصة للمراجعة في الوقت وتقييمات في الوقت الفعلي نميز هذه التقييمات التقليدية التي تحتاج إلى تلبية المعايير الحالية من حيث النطاق والشمولية حيث يتم إجراء تقييم منتصف المدة أثناء تنفيذ التدخل ولغرض تحسين أداء معين في بعض الحالات يمكن أن نستخدمه لتعديل هدف إذا أصبح غير واقعي بسبب عوامل غير متوقعة أو تحديات جديدة للتنفيذ إذن تهدف تقييمات منتصف المدة إلى تقييم الأهمية المستمرة للتدخل والتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المخطط لها إنها توفر فرصة لإجراء تعديلات لضمان تحقيق هذه الأهداف خلال عمر المشروع تمكنني بالإضافة لأنه يوفر فرصة للتأكد من أن التدخل لا يزال متسق مع الأهداف الاستراتيجية تكون أهداف ذات سلة مفيدة لأصحاب المصح الرئيسيين ويتم إجراءها بطريقة فعالة وفقاً للمعايير واثقة المشروع المتفق عليها يوصى باستكمال تقييمات منتصف المدة لجميع المشاريع حتى لو كانت صغيرة ودخيلية نسبياً يمكن أن تكون التقييمات المؤقتة مستقلة أو تتخذ شكل تقييمات ومراجعات سنوية هذا يعتمد على ميزانية المشروع طبعاً والمدة التي يتم إجراءها تتم إدارة التقييمات المستقلة من قبل المستقل يعني منه مسؤوليين مستقليين يشرف عليها موظف التقيل يتم أيضاً تنفيذها من قبل يعني تكون مقايمين خارجين ليس لديهم روابط سابقة بالمشروع قد يشارك مسؤولون مستقلون آخرون كأعضاء فريق في التقييم وتتولى أيضاً وحدة تقييم مسؤولية الإشراف على جميع تقييمات منتصف المدة المستقلة يتحمل مسؤول التقييم على المستويين الإقليمي والقطاعي مسؤولية الإشراف العملي تتم إدارة التقييمات الداخلية من قبل الموظفين بما في ذلك إدارة المشروع والمختصين التقنيين المساندين وغيرهم عادة ما يتم إجراءها إما من قبل مستشارين مستقلين أو من قبل مسؤولين لم يشاركوا في تصميم المشروع أو إدارته أو دعمه حتى تكون عندهم نظرة إشراف خارجية تشمل هذه أيضاً التقييمات الذاتية التي تتم إدارتها وإجراءها فقط من قبل الموظفين المكلفين بتصميم وتقديم التدخل بما في ذلك إدارة المشروع المختصين تقنيين داعمين للمشروع عندما تطلب المبادئ التوجيهية للسياسة تقييمين إحداهما داخلي والآخر مستقل فإن العديد من المشاريع لمنتصف المدة مثل التقييم الداخلي والخارجي مع أن تكون ضرورية نبين الآن أنه يتم إجراء تقييم نهائي يعني في نهاية التدخل أو قرب نهايته وذلك لفحص الأداء العام وتحقيق النتائج أيضاً لصالح أصحاب المصلحة غير المشاركين بشكل مباشر في إدارة وتنفيذ التدخل مثل الجهات المانحة والهيئات الحكومية إذن سيقوم المقيمون بتقييم مدى تحقيق المشروع للتأثيرات أو التقدم نحو تحقيق التأثيرات النهائية تشمل النتائج الرئيسية اللي ينبغي إبرازها في التقييمات ما إذا كان المشروع قد أظهر تحسينات يمكن التحقق منها في الحالة يعني الحالية أو تخفيضات قابلة للتحقق في الضغط على النظام البيئية كما تظهر التقدم نحو هذه الإنجازات الأثارية إذن الاستنتاجات وتوصيات والدروس يمكن استخلاصها ويجب أنه يضمن تقرير التقييم فصلا يقدم مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات والدروس إذن النتائج والاستنتاجات بالإضافة إلى التقييم الوصفي يجب تصنيف جميع المعايير التي سنتطرق إلى دراستها باستخدام الأقسام التالية تصور تصميم سياغة المشروع يجب أنه يقيم هذا النهج المستخدم في التصميم وتقدير مدى ملاءمة تصور المشكلة وما إذا كانت استراتيجية التدخل المختارة قد عالجت الأسباب الجذرية من عدمها بالإضافة إلى التهديدات الرئيسية في منطقة المشروع مثلا يجب أنه يتضمن أيضا تقييم للإطار المنطقي وما إذا كان مختلف كانت مكونات وأنشطة المشروع المقترحة لتحقيق الهدف مناسبة وقابلة للتطبيق وتستجيب للسياق المؤسسي والقانوني والتنظيمي للمشروع كما ينبغي أنه تقيم المؤشرات المحددة لتوجيه التنفيذ وقياس الإنجاز وما إذا كانت الدروس المستفدة من المشروع الأخرى ذات صيلة أو لا على سبيل المثال نفس المجال أو لا يعني للتعلم في تصميم المشروع نمر إلى أهمية تقييم مدى نشوء فكرة المشروع يعني تصور المشروع ضمن الخطط الوطنية والقطاعية والتنموية بالإضافة إلى التركيز على البيئة الوطنية والاهتمامات الإنمائية هنا ترتكز على مشاركة أصحاب المصلحة يتم تقييم نشر المعلومات والتشاور بالإضافة إلى مشاركة أصحاب المصلحة في الجميع من مراحل تصميم المشروع والتنفيذ نضيف إلى ذلك نهج نسخ المتمثل حيث تحدد طرق اللي تم من خلالها تكرار الدروس والخبرات الناتجة عن المشروع أو التوسيع نطاقها في تصميم وتنفيذ المشاريع الأخرى هذا يتعلق أيضا بالممارسات الفعلية ونهج تنفيذ المشروع يجب أن يشمل ذلك تقييمات للجوانب التالية أولا روتل أو الأدوات المفيدة لقياس التقدم المحرز في التأثير هو طريقة استعراض النتائج إلى التأثيرات اللي تم تطويرها استخدام الإطار المنطقي كأداة إدارة أثناء التنفيذ وأي تغييرات يتم إجراءها عليه هذا كاستجابة للظروف المتغيرة أو التغذية الراجعة من أنشطة الرصد والتقييم إذا لازم الأمر ثانيا العناصر الأخرى اللي تشير إلى الإدارة التكييفية مثل خطط العمل الشاملة والواقعية بشكل روتيني تم تطويره بحيث يعكس الإدارة التكييفية والتغييرات في ترتيبات الإدارة لتعزيز التطبيق ثالثا نمر إلى استخدام وإنشاء المشروع لتقنيات المعلومات الإلكترونية لدعم التنفيذ هنا فضلا عن أنشطة المشروع الأخرى نتم التركيز على المشاركة والرست رابعا أهمية العلاقات التشغيلية العامة بين المؤسسات المعنية وغيرها وكيفية مساهمة ذلك في العلاقات في التنفيذ الفعال وتحقيق أهداف المشروع خامسا القدورات الفنية المرتبطة بالمشروع ودورها في تطوير المشروع وإدارته إنجازاته يتم تنفيذ التقييم اللاحق بعد بضعة أشهر من انتهاء التدخل لتقييم النتائج الفورية والمتوسطة الأجل هنا لضمان استدامة النتائج يشمل مدام ساهمة التدخل في التغييرات المباشرة وغير المباشرة ومع ذلك فهي ليست قوية مثل تقييم الأثر يتم إجراء التقييم اللاحق بشكل عام حتى ثلاث سنوات بعد اكتمال المشروع وذلك مع التركيز على فعاليات واستدامة هذا المشروع يهدف هذا التقييم على استخلاص الدروس المستفيدة والتوصيات لتحسين المشروع وكذلك للمساعدة في تخطيط وتنفيذ مشاريع أكثر فعالية وكفاءة تقديم ملخصات التقييمات اللاحقة للمشاريع الفردية متوفرة وتكون لازمة يتم إجراء التقييم اللاحق بشكل عام خلال ثلاث سنوات بعد اكتمال المشروع وذلك مع التركيز على فعاليات واستدامة أهداف المشروع يهدف هذا التقييم إلى استخلاص الدروس المستفيدة وتوصيات لتحسين المشروع أو المشاريع المستقبلية وكذلك للمساعدة في تخطيط وتنفيذ مشاريع تكون أكثر فعالية وأكثر جودة وكفاءة القسم الموالي ما الذي يمكن أن نتعلم من التقييمات اللاحقة؟ نظريات التغيير وتصميم التدخلات التي كنا قد أشرناها من خلال وحدات السابقة يمكن اعتماد عليها للتقييمات اللاحقة التي تساعد لتحديد ما إذا كانت النتائج المتوقعة قد تحققت بناء على ذلك أم لا؟ يعني نظريات التغيير للتدخل تمكننا من تحقيق التدخل لنتائج المرسودة ونتائج المتوقعة وإدخال التغيير المناسب في الوقت المناسب حتى لا نحيد على تحقيق أهدافنا ما الذي نقصده بتقييم مشروع؟ تقييم المشروع هو عملية تدريجية لجمع وتسجيل وتنظيم المعلومات حول نتائج المشروع المرجوع بما في ذلك المخرجات قصيرة الأجل مثل نتائج الفورية للأنشطة أو المشروع المخرجات ونتائج المشروع الفورية وطويلة المدى كالتغييرات في السلوك والممارسة أو السياسة الناتجة عن المشروع نمر الآن للأسباب المنطقية الشائعة لإجراء التقييم هي الاستجابة لمطالب المسائلة أو بيان استخدام الفعال والمنصف للموارد المالية وغيرها من الموارد هذا بالإضافة إلى التعرف على التغييرات الفعلية والتقدم المحرز فعليا نذكر إلى جانب ذلك تحديد عوامل النجاح الحاجة إلى تحسين أو إذا لو كانت نتائج المتوقعة غير واقعية يعني ليست ذات صيلة مع الواقع للتحقق من صحة موظفي المشروع والشركة من تحقيق نتائج المرجوع ويعني هل هم على الطريق السوي أم يمكن أن يحيدوا يعني لاتخاذ القرار المناسب تعتبر مرحلة تخطيط المشروع هي أفضل وقت لتحديد النتائج المرجوع وكيفية قياسها إذن سيوجه هذا التخطيط المستقبلي بالإضافة إلى ضمان توفر البيانات المطلوبة لقياس النجاح عندما يحين الوقت لتقييم المشروع يفترض تقييم المشروع وجهة نظر الشاملة تنظر إلى المشروع كحزمة يتم تحديد النجاح أو الفشل من خلال إنجازات المشروع بيأكملوا يعني ونقيس تحقيق الأهداف تؤدي عملية التقييم إلى تنقيح السياسة والتنفيذ ومع ذلك لم يتم إضافة الطابع المؤسسي عليه بل في معظم الأحيان ومعظم ويكالات التخطيط الحكومية أو الخاصة يطلب التقييم الفعال للمشروع أنه يتم وضع معايير التقييم والمؤشرات خلال المرحل الأولى من عملية تخطيط المشروع إذن يجب أنه يستلزم تحديد وجمع البيانات هنا يعني جمع تحديد معايير التقييم هذه هي مجالات النتائج الرئيسية تحديد التكلفة والميزانية تحديد أهداف مخرجات الإنتاجية الجدول الزمني المحدد بشروط قابل القياس بعد ذلك نمر إلى ضرورة اختيار تقنيات التقييم يعني بصرف النظر عن تحليل التكلفة يمكن اختيار استخدام مجموعات ومراقبة للتحليل المقارن وضبط مقاييس خط الأساس هذا بالإضافة إلى أخذ العينات وطرق جمع البيانات المختلفة مثل المسوح الميدانية والاستبيانات والمقابلات ثالثاً أهمية تحديد جدول زمني في حالة عدم ظهور نتائج المشروع مباشرة بعد اكتمال المشروع يجب جدولة التقييم المشروعة رابعاً تحديد ميزانية التقييم يجب التخطيط لاكتساب الموارد اللازمة للتقييم واستخدامها بكافئة خامساً متطلبات هنا يعني المنظمة والموظفين ينبغي تحديد حجم فريق التقييم ومؤهلاته وعلاقاته لتقديم التقارير والوصول إلى المعلومات الضافية والشافية للمشروع والموظفين على حد السواء سادساً مشاركة المستفيدين يجب تصميم عملية التقييم سابعاً الطريقة لتسمح المستفيدين المقصودين بتولي دور حيوي فيها يمكن أنها تكون التقييمات المحددة والتي سيتم الاعتماد عليها إذن حسب الغرض منها إما تكون تكوينية أو تلخيصية يتم إجراء التقييم التكويني أثناء التنفيذ لأغرف تحسين الأداء الغرض منه هو مساعدة المديرين على تعديل وتحسين تنفيذ المشروع والبرنامج الاستراتيجي بناء على النتائج بالإضافة إلى اقتراحات واحتياجات أصحاب المصلحة يتم إجراء تقييم تلخيصي في نهاية الإطار الزمني للتدخل وأيضا لصالح أصحاب المصلحة غير المشاركين بشكل مباشر في إدارة التنفيذ مثل المانحين مثلا إذن التقييم يوفر رؤى حول فعالية التدخل ويعطي الفرصة بعد ذلك لاستخدام أفضل الممارسات التي تم تحديدها أثناء هذه العملية عملية التقييم يمكن للتقييم التلخيصي أنه يرشد عملية صنع القرار على مستوى أعلى على سبيل المثال لتوسيع نتاق التدخل أو تعزيزه أو مواصلة تمويل مراحل المتابعة اللاحقة يتم إجراء تمييز ثالث وفقا للشخص أو الأشخاص اللي يقوم بإجراء تمرين التقييم إذن هناك ثلاثة أنواع من التقييم بناء على من يقوم بإجراء التقييم أما أنه يكون تقييم داخلي ثانيا خارجي ثالثا للاعتماد على خطة مختلطة إذن نبدأ بالتقييم الداخلي وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعرف التقييم الداخلي بأنه تقييم التدخل الإنمائي اللي تقوم به وحدة أو مجموعة من الأفراد اللي يقدموا تقاريرهم إلى إدارة المشروع وهنا بالاعتماد أيضا إلى منظمة منفذة إذن حسب تقييم منظمة العمل الدولية لإرشادات السياسية يتم إجراء التقييم الداخلي عند البدء في المشروع ذو ميزانية متواضعة ولفترة قصيرة يعني منذ البداية يمكن أنه يتم أيضا دمجها مع التقييمات المستقلة للمشاريع وذلك مع متطلبات تقييم تكون أكثر سرامة ما هو الغرض من التقييم الداخلي؟ دائما بالنظر إلى مكتب التقييم هنا المعتمد يمكن أن نقر أنه عندما يكون هنا التقييم يعني هي مسائلة وتقييم مستقل هو اختيار منطقي لنوع التقييم هذا بسبب التقييمات اللي يتم إجراءها باستخدام عملية تضمن الاستقلال ينظر إليها على أنها تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية والموضوعية ومع ذلك عندما يكون الغرض من التقييم هو البرنامج يعني بغاية التحسين أو التعلم التنظيمي يكون عادة التقييم الداخلي إذن هنا يمكن الإشارة اللي قد يكون التقييم خيار أفضل لنوع التقييم هذا لأن التقييمات الداخلي تكون أقل تكلفة لأنه ليس هناك دائما حاجة إلى خارجي يعني طرف خارجي حتى يقوم بهذه العملية يمكن القيام بها بسرعة أكبر لأن الموظفين هم بالفعل على دراية بسياق يعني لا يحتاجوا لمدير التقييم المعتمد يمكن أن تكون أكثر فائدة لأنهم يعني حددوا الممارسات الجيدة في وضع يمكنهم من ذلك يعني مكنهم من تنفيذها قد هنا أيضا يمكن أن نتسألوا ما إذا كان إجراء التقييم الداخلي سيفيد يعني للتقييم أم لا إذا كانت أثر على تصورات الاستقلال يعني هل يمكن أن نقيم بطريقة مستقلة هنا اللي هي إحدى المبادئ المعتمدة من خلال عملية الدراسة والتقييم وهو مبدأ الاستقلال والحيات الجواب هو نعم ومع ذلك إذا كان الغرض هو تحسين المشروع ثم سيكون الاستخدام حتمية أقوى من الاستقلال فهنا يعود يعني تعود المسئولية إلى يعني أصحاب يعني بيعيث المشاريع أو مدير المشاريع لهم هما مسئولية تحديد المسئوليات والأدوار يعني يختلف التوظيف في التقييم الداخلي عن يعني أنواع أخرى من التقييم مثلا حسب منظمة العمل الدولية يقول لك يعني بسبب نقص القدرة على إدارة التقييم وحقيقة ذلك يعني ضمان أكثر للاستقلالية هي ليست سيمة يعني مطالب بها للتقييم فمن السياسة أنه جميع التقييمات الداخلية يجب أنها تدار من قبل إدارة المشروع يمكن إجراء التقييم نفسه بواسطة شخص داخلي معتمد وينجم ما يكون اشتراف فاعل في المشروع يعني مثلا إذا لو كان مشروع في مؤسسة معينة ينجم مع أنه يدخل طرف محايد ليس له دراية يعني بخصوصية هذا المشروع ويمكن الاعتماد له لأنه تكون عنده أكثر استقلالية وأكثر حيادية في تقييم المشروع إذن يتم إجراء التقييم الداخلي من قبل وحدة أو موظف فردي أو فريق مكون من موظفين يتم إجراء هذا التقييم بصفة مستقلة من قبل الشخص لم يشارك مثل ما قلنا بشكل مباشر في وضع المفاهيم أو تطويرها أو تنفيذ التدخل المراد تقييمه إذن في إطار التقييمات المستقلة والداخلي يتم إجراءها من قبل موظف الرصد والتقييم الإقليميين والموظفين المديريين المدرجين في قائمة التقييم الداخلي كما أن التقييمات التدخلات أي إجراءها من قبل موظفون من المكتب المنفذ تعتبر تقييمات داخلية مستقلة أيضا طالما لم يشارك المقيمين في تطويرها وتنفيذها إذن التقييم الذاتي هو تقييم داخلي يقوم به أولئك اللي أوكلا إليهم تطوير أو تنفيذ المشروع أو البرنامج فيها الذاته نمر الآن إلى التقييم الخارجي إذن ما هي فوائد التقييم الخارجي اتنادا إلى نتائج التقييم يمكن للمنظمات أنها تركز جهودها ومواردها على تلك الإجراءات اللي أثبتت أنها أكثر فائدة وفعالية لتحقيق أقصى تأثير ممقد في الواقع التقييم أساسي لعدد أسباب بما أنه يسمح بالتعلم من التجربة يساعد في تحديد الدروس المستفادة وأفضل الممارسات وذلك لتحسين تأثير المشاريع باستمرار يسمح أيضا بتعميق التاريخ وراء نتائج المشاريع أي أنه يساعد على فهم سبب النجاح أو فشل التدخل كما يمكن التقييم بمراقبة نتائج المشروع من زوايا متعددة لأنه يأخذ في الاعتبار جميع فئات المستفيدين وأصحاب المصلحة المعنيين مما يعمق وجهات نظرهم المختلفة التقييم يزيد من شفافية المنظمة لأنه يوضح أهمية وفاعلية وكفاءة عملها في نظر الممولين وأصحاب المصلحة يسمح بالتالي بإيصال قيمة التدخل بسهولة لأنه يحدد بوضوح نتائج وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي الآن كيف يتم التقييم؟ يطلب تقييم مشروع أو برنامج استراتيجية شاملة لجمع البيانات وتحليلها في مرحلة أولى منهجيات مناسبة لأهداف التقييم وسياق التدخل يجب وضع استراتيجية تقييم لكل مشروع من أجل مراعاة أولا نوع التدخل ثانيا أهداف التدخل يعني أنواع الفعالين المعنيين المستفيدون ولكن أيضا أصحاب المصلحة موظيف المشروع والخبراء على حد السواء هذا بالإضافة إلى خصوصيات السياق المحلي الموارد المتاحة من الناحية المثالية يجب أن يتم تفويض تقييم المشروع أو البرنامج إلى هيئة أو شركة خارجية متخصة لماذا؟ لأنها تكون عملية تقييم أكثر موضوعية وتكون الأتراف ما عندهج تأثير خاص على المشروع هنا يتم تحليل منهجي وموضوعي للمشروع على الرغم من وجود عدد من الأسباب الصحيحة تماما للمؤسسة لاتخاذ قرار بتنفيذ عمل التقييم داخليا فإن التقييم الخارجي يجلب فوائد رئيسية متعددة نذكر منها؟ أولاً الخبرة والكفاءة المقيم الخبير لديه تدريب محدد ولديه خبرة واسعة النطاق يكتسب من خلال العمل على أنواع مختلفة من المشاريع في مجموعة متنوعة من السياقات وباستخدام مناهج مختلفة ومتنوعة تتيح كل هذه الكفاءة والخبرة للمخبر تحديد استراتيجيات التقييم الأكثر فاعلية لكل مشروع وتطبيق الأساليب والأدوات الأكثر ملائمة لقياس النتائج والأثر بدقة تعتبر مهارات المحقق المتمرس ضرورية خاصة عندما تكون هناك حاجة لتقييم التدخلات المبتكرة أو المعقدة بشكل خاص واللي قد لا تأخذ أثارها وتأثيراتها في الاعتبار بشكل كيفي من خلال الأساليب القياسية إذن بعد الفائدة الأولى اللي هي قلنا الخبرة والكفاءة الفائدة الثانية هي الموضوعية يقدم المقيم الخارجي نظرة أكثر موضوعية وحيادية على مشروع أو برنامج هذا بسبب استقلاليته يعني عن المنظمة اللي تنفذ الأنشطة أو تمولها الموضوعية هنا ضرورية لتقييم النجاح الحقيقي لمشروع أو برنامج وكذلك لسماح للمؤسسة بالتعلم بشكل صحيح من تجربتها ثالثا المصدقية يميل أصحاب المصلحة وهيئات التموين إلى إعطاء وزن أكبر لنتائج التقييم الخارجي المستقل وذلك على وجه التحديد لأنه ينظر إليه على أنه أكثر حيادية وصارمة في الواقع حتى عندما تبذل المنظمة قصار جهدها لتقييم أدائها بشكل موضوعي فقد تشعر الاستنتاجات إلى حد ما بالتهنئة الزائتية رابعا الميزة الرابعة هي وجهة نظر منفصلة يقدم المقيم الخارجي وجهة نظر جديدة منفصلة عن المشروع ونتيجه يعني بعد شهور أو سنوات من العمل غالبا ما يكون موظف المشروع منغمسين جدا في إدارة الأنشطة اللي قد لا تولي اهتمام للتأثيرات غير المتوقعة اللي يتم الكشف عنها قد تلاحظ وجهة النظر الخارجية اللي يلقيها المقيم تلك التغييرات اللي من شأنها إنها تمر دون أنه يلاحظها أحد وبالتالي لا يتم قياسها خامسا فعالية التكلفة يمكن إنه تكون خدمة التقييم الخارجي ملائمة بشكل خاص خاصة يعني للمشاريع الصغرى والمتوسطة للحجم اللي لا يتمتلك في الغالب الموارد الكافية لتكريس موظفين داخلين بدوام كامل لجمع البيانات وأنشطة التقييم بهذه الحالات قد يكون التفكير للجوء إلى مقيم خارجي هو الخيار الأكثر فايدة من ناحية الاقتصادية يعني مش بالضرورة يكون اللجوء لمقيم خارجي مكلف وبهذا الثمن ليه في بعض الأحيان يعني بالمقارنة مع ساعات العمل للإضافية ولا الأجر الإضافي يمكن إنه يكون يعني هو خيار أكثر فايدة من ناحية النجاعة الاقتصادية يتم أيضا إجراء التقييم الخارجي من قبل الشخص معين خارجيا وبشكل أساسي من قبل المنظمة المنفة أو الجهة المنحة غالبا ما تعتبر هذه تقييمات مستقلة مع التحفظات اللي أعربت عنها بعض المنظمات نظرا لتدخل الإدارة أيضا في التوظيف نمر إلى التقييمات المختلطة تشمل هذه التقييمات مقيمين داخلين وخارجين يجرون معا التقييم للمشروع قد يكون لكل مقيم دوره الخاص مثلا داخل الفريق تسعى تقييمات الأساليب المختلطة إلى الدمج المعلومات الاجتماعية يعني مع تخصصات الأساليب الكمية والنوعية في الغالب وجمع البيانات للتحليل والتفسير الغرض من ذلك هو تعزيز موثوقية البيانات وصحة النتائج والتوصيات بالإضافة إلى توسيع وتعميق فهمنا للعمليات من خلال عملية التقييم ما هي نتائج البرنامج وأثاره اللي يتم تحقيقها وكيف يتم ذلك تتأثر بالسياق اللي يتم في تنفيذ البرنامج في حين أن الأساليب المختلطة تستخدم الآن على نتاق واسع في تقييم البرنامج وكثيرا ما يتطلب التقييم استخدامها لا يستخدم العديد من المقيمين الإمكانيات الكاملة لهذا النهج ويستخدم هنا يعني مستلحين هو الأثر وتقييم الأثر بطرق مختلفة الأساليب المختلطة لها نفس الأهداف وتطرح العديد من نفس الأسألة وتستفيد من جميع أدوات وتقنيات تقييم الأثر وتبنى على مراقبة المشروع وتقييمه منظمة الأولى يمكن تطبيق الطريقة المختلطة على أي مستوى من تقييم مشروع يعمل في قرية واحدة مثلا إلى مكونات متعدة يمكن أنها تتضمن مبادرة التنمية الوطنية التي تضمن العديد من اليوكالات الدولية والوطنية المختلفة نادرا ما توجد منهجية تقييم واحدة يعني هنا يمكنها استيعاب جميع التعقيدات كيفية عمل البرنامج في العالم الحقيقي وبالتالي هنا يجب على المقيمين إيجاد طرق مبتكرة للجمع بين أثر أدوات وتقنيات التقييم المختلفة ومن هنا الاهتمام المتزايد بالنهج المختلطة بدأ يظهر كضرورة الميزة الفريدة لمقاربات الأساليب المختلطة هي أنها تسعى إلى وضع موضوع مهم هذا الصيلة يتعلق باختيار يعني دمج تخصصات العلوم الاجتماعية مع التقييم المناسب وبالنظر إلى العديد من أنواع البرامج المختلفة اللي يتم تقييمها فإنه السياقات المتنوعة اللي تعمل فيها هنا تكون أكثر فاعلية تتنوع الأسئلة التقييم اللي تهم أصحاب المصلحة لا يوجد تصميم تقييم واحد أفضل يعمل فيه كل المواقف إذن يطلب اختيار تصميم التقييم الحذر تحليل طبيعة البرنامج والغرض منه هذا بالإضافة إلى السياق اللي جاء فيه يتم إجراء التقييمات المشتركة من قبل مجموعة من الوكالات بما في ذلك ربما نذكر مشاركة الجهات المانحة هناك درجات مختلفة من التعاون اعتمادا على مدى تعاون شركاء الفرديين في عملية التقييم ودمج موارد التقييم الخاصة بهم والجمع بين تقارير التقييم الخاصة يمكن للوكالة المشاركة كوكالة رائدة لإجراء التقييم المشترك أو يمكن أنه يتصرف ببساطة كمشارك في التمرين المشترك إذن يمكن لمجموعة من الوكالات أيضا قيادة العملية يعني يمكن أن نشاركه أكثر من وكالة هنا نتمكن من تحديد الأدوار والمسؤوليات المختلفة أثناء مرحلة التخطيط يعني أي وكالة ستأخذ تقييم أي مرحلة من تقدم المشروع أو أي عملية يعني بالتحديد يتم تحديدها من خلال عملية التخطيط في حين أن التقييمات المشتركة مفيدة للغاية يتم تجيحها فإن تنظيم التقييمات المشتركة يتطلب أكثر من تقييم خارجي أو داخلي واحد بسبب التنسيق المطلوب بين الأطرف المشاركة للتخطيط وإنشاء الإختصاصات وتمويل العملية إذن هنا ستختلف التكلفة والأثار اللوجيستية لكل نوع من التقييم وذلك بناء على من سيجريها إذا تم التعاقد مع مقيم خارجي أو وكالة أو شركة تقييم أو مقيمين لإجراء هذه العملية فسوف يتقاضون رسوم مقابل هذه الخدمة ستختلف رسوم المقيمين طبعا اعتمادا على خبراتهم وأهلاتهم وموقعهم يعني قد يكون المقيمين المعنيون محليين يتمتعوا بنفس المستوى من الخبرة في كثير من الأحيان أقل التكلفة من المقيمين المعينين دوليا وقد يفترض المقيمون رسوم مختلفة اعتمادا على مدى تعقيد وصعوبة المهمة قد يتم أيضا فرض رسوم إضافية للسفر إلى مواقع غير إمنة أو هنا يطالبوا بمنحة سفر ومنحة إقامة وما غير ذلك من متطلبات مادية يعتمد المبلغ المخصص إذن في الميزانية لرسوم المقيم أيضا على ما إذا كان سيتم إجراء التقييم بواسطة مقيم ويحد أو فريق تقييم يجب تحديد ذلك منذ البدء في عملية التخطيط نمر الآن إلى أهمية النظر في تكلفة التقييم الخارجي عند تطوير المشاريع عندما تكون في مرحلة تطوير دورة المشروع يجب على مطوير المشاريع التشاور مع مسؤولي المشتريات والموارد البشرية وذلك بغاية تقدير معدلات السوق القياسية لكل عضو من أعضاء فريق التقييم المتوقع إذا لازم الأمر يجب طلب المشورة من وكالات التقييم المشهودة بالخبرة والكفاءة في المجال سيحتاج مطوير المشاريع أيضا إلى تقدير مدة التقييم بناء على هدفه ونطاقه لتوقع التكلفة المحتملة للتقييم غالبا ما يتم حساب الرسوم المقيم باستخدام معدل يومي ويجب على مطوير المشاريع تقدير عدد الأيام المطلوبة لكل ما يلي أولا مراجعة أولية الوثائق والأدبيات ثانيا مصاريف السفر إذا كان ذلك مناسب ومتاح ثالثا إعداد التقارير الأولية رابعا تجميع البيانات وتحليلها خامسا عرض نتائج الأولية وخامسا إعداد مسودة التقرير بعد ذلك أيضا من الضروري أخذ التنقيحات المحتملة والإنهاء من تقرير التقييم بعين الاعتبار يتم تحديد المجموعة الرابعة من أنواع التقييم وفقا للخصوصيات الفنية والنطاق إذن هذه المجموعة هي الأكثر تنوع يتم عرض أنواع التقييم الأكثر الشيوعة هنا من خلال هذه المجموعة مع مراجعة إضافية موجودة في مربع الموارد وضمن الملاحق يسمح نطاق التقييم بفهم ما سيتم تغطيته ونوع التقييم اللي يمكن إجراؤه إذن تقوم العديد من المنظمات إلى جانب وكالات التقييم عادة بإجراء التقييمات للبرامج والمشاريع التي تدرس على التوالي مجموعة من الأنشطة المجمعة لتحقيق أهداف مساعدة محددة يعني يمكن أن تكون على نطاق العالمي الإقليمي أو القدري أو القطاعي هذا بالإضافة إلى نشاط فردي مصمم لتحقيق أهداف محددة ضمن ميزانية وفترة زمانية معينة إذن هنا نشير أيضا بأهمية إجراء التقييمات استراتيجية وسياسية قد تستخدم هذه الأساليب نهج مماثلة لتقييم البرامج أو المشاريع أيضا هذا بالإضافة إنها تجري تقييمات موضوعية تدرس جوانب مختارة أو قضايا شاملة باختلاف دورها في الاهتمام بالجانب الإنساني وجانب البيئي وما غير ذلك من اهتمامات يجب أنها تليها الاهتمام أيضا في عملية تقييم تقييم الأثر على هذين المستوعين خاصة أنواع التقييم التالية شيعة نسبيا في هذا الخصوص كذلك في أنشطة التعاون التي يدخل فيها المؤسسة أو المشروع يفحص تقييم العملية داخلية للمنظمات بالإضافة إلى أدوات السياسة الخاصة بها أليات تقديم الخدمات وممارسات الإدارة وصيلات فيما بينها إضافة على ذلك تجري عمليات التقييم هنا يعني تهدف إلى الحكم على جودة وجدارة وقيمة وأهمية تقييم أو عدة تقييمات كما يتم تجيع التقييمات التجميعية لأنها توفر الفرصة لتحديد الأنماط وتحديد القواسم المشتركة يمكن أيضا تحديد التقييمات من خلال خصوصيات النهج المعتمدة اللي يتم استخدامه أثناء التقييم هنا يعني يمكن أنها تدخل في تصميم وإجراء التقييم وتفسيره في مرحلة لاحقة يحاول تقييم الأثر تحديد النطاق الكامل لتغيير طويل الأجل الناجم عن التدخل بما في ذلك التغيير الإيجابي والسلبي الأساسي والثانوي طويل الأجل طويل يعني للحصول على النتائج سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مقصود أو غير مقصود الاعتبارات الرئيسية المتعلقة بتقييم الأثر هنا يعني كما تم الإشارة إليها من خلال سلايدات سبقة يحاول تقييم الأثر تحديد النطاق الكامل للتأثيرات الناتجة عن التدخل بما في ذلك التأثيرات يعني إيجابية سلبية طويلة مدى قصيرة مدى وما غير ذلك تحاول هذه التقييمات أيضا تحديد مقدار التغيير المحدد اللي يمكن أن نتحصل عليه من خلال التدخل خالبا ما يتم إجراء تقييمات الأثر في وقت ما بعد نهاية التدخل يجدر بنا الإشارة أن تطلب تقييمات الأثر منهجيات محددة وخطوات تقنية دقيقة ومنهجية من أجل بلورة استنتاجات وتوصيات صحيحة ومحققة يمكن أن تكون ميزانية إجراء تقييم الأثر مرتفعة أيضا مما يطلب إجراء دراسات استقصائية تفصيلية حول عينات سكانية واسعة ومجموعات مراقبة قد تستغرق العملية أيضا وقت طويل من المهم التمييز بوضوح بين تحليل الأثر أو تحليل الأثر المتوقعة والذي يمكن العثور عليه في عدة أنواع من التقييمات التي تستخدم معي هي تقييم الأثر وتقييم الأثر الصارمة التي يطلب منهجيات دقيقة وذات صيلة واعتماد النهج الإحصائية لقياسها من المبادئ الأساسية التي يجب تطبيقها قبل اختيار تقييم الأثر أن فوائد التقييم يجب أن تكون محددة بالإضافة إلى تحديد تكاليفها يستخدم التقييم مجموعة من المعايير المهمة لتقييم التدخل نذكر أولا معايير التقييم ما هي معايير تقييم؟ هي معايير يمكن من خلالها معالجة التدخل على الرغم من وجود العديد من المعايير يستخدم مقيم المشاريع أساسا مرجعين راسخين لمعاليم التقييم أولا معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجنة المساعدة الإنمائية اللي تم تطويرها في الأصل للتدخلات الموجهة نحو التنمية وتم تعديلها منذ ديسمبر 2019 لتكون ذات صيلة أيضا بالتدخلات اللي تم تطويرها للتدخلات ومعايير شبكة التعلم النشيط للمسائلة والأداء الإنسانية إذن سيتم اعتماد هذه المعيارين من خلال إبراز دور مدير المشاريع أو المقيمين في كيفية قيامهم بعملية المراقبة إذن هذا جدول توضيحي نلخص فيه اختيار معايير التقييم أولا تركز التدخلات التنمية على الاستجابة للقضايا الهيكلية الجارية قد يكون ذلك بسبب الفقر الممنهج يعني جميع المشاكل الاجتماعية الاقتصادية المؤسسية يعني هنا بالاعتماد على معايير يعني الـ OECD هنا هي تدخلات يعني تفيد تدخلات التنمية عند الاقتضاء الناب يمكن أيضا تطبيق معايير التقييم ملائمة المنطق النجاعة الفعالية تأثير والاستدامة أما بالنسبة على المعايير الثانية فهي تركز التدخلات الإنسانية على إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على كرامة الإنسان أثناء مثلا الأزامات الكوارث الطبيعية وما غير ذلك فضلا عن الوقاية منها والاستعداد لها يعني هذا نأخذ كمثال هنا يعني هذا المعيار يعني نعتمدوه للتقييم لتقييم مدى الملائمة الفعالية نجاعة تأثير المنطق تغطية والتنسيق نمر الآن إلى مبادئ التقييم لدينا مبدأين للتقييم المبدأ الأول يجب تطبيق المعايير بعناية لدعم التقييم على الجودة والمفيد إذن يجب وضعها في سياقها هنا فهمنا في سياق التقييم الفردي التدخل الجيري تقييمه أصحاب المصح المعنيين الآن يجب أنه توضح أسئلات التقييم ما تحاول استكشافه ما تنوي فعله بالإجابات يعني الكافية والشافية التي تفسر من خلالها اعتماد المعيار ويتم تحليله على وجه التحديد المبدأ الثاني يعتمد استخدام المعايير على الغرض من التقييم مفيد ذلك أنه لا ينبغي تطبيق معايير ميكانيكيا يعني ما يتطبق على المشروع أليف ليس بالضرورة يتطبق على المشروع بي بدلا من ذلك ينبغي تغطيتها وفقا لاحتياجات أصحاب المصلح المعنيين وسياق التقييم قد يتم تخصيص وقت وموارد أكثر أو أقل للتحليل التقييمي لكل معيار حسب الغرض من عملية التقييم قد يأثر أيضا توافر البيانات وقيود الموارد والتوقيت هذا بالإضافة إلى الاعتبارات المنهجية على كيفية يعني ما إذا كان يتم تغطية معيار معين من عدمه نمر الآن إلى معايير التقييم يعني هي حوالي عشرة معايير وسوف نقوم بتحليل كل المعيار على وجهها الخصوص نبدأ يعني هنا نقول إن هذه المعايير تمكننا من تقديم عينها من أسئلة التقييم المحدة نبدأ بالأسئلة يعني هنا دورها هي معايير يعني الألناب أو أوي سي دي هي معايير ذات صيلة تمكننا من التمكن من مدى استجابة أهداف التدخل وتصميم المستفيدين والإحتياجات والسياسات والأولويات على المستوى العالمي أو أيضا على مستوى البلد أو المؤسسة تفيدني بالاستمرار في القيام بذلك إذا تغيرت الظروف هنا الرد على يعني أنه أهداف وتصميم التدخل حساس للظروف مثل ما تم ذكره الاقتصادية بيئية سياسية والقدرات اللي يحدث فيها إذن يشمل الشريك أو طرف الفاعل الحكومة يعني الوطنية الإقليمية المحلية هذا بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والكيانات الخاصة الهيئة الدولية المشاركة في تمويل وتنفيذ والإشراف على التدخل يتضمن تقييم السيلة النظر في الاختلافات والمفاضلات بين الأولويات أو الاحتياجات المختلفة يطلب تحليل أي تغييرات في السياق لتقييم مدى إمكانيات تكييف التدخل ليظل ملائم نمر إلى عينة من أسئلة التقييم هل تظل النتائج والمخرجات المتوقعة للتدخل صحيحة وذات سيلة إما كان هو مخطط لها في الأصل أم كما تم تعديلها لاحقا بعد ذلك هل أنشدات المشروع ومخرجاته متسقة مع نتائج والأهداف المرجوة؟ هل أنشدت المشروع ومخرجاته تأخذ في عين الاعتبار السياسات ذات الصيلة والمبادئ التوجيهية واحتياجات المستفدي؟ هل لا يزال المشروع يستجيب لاحتياجات المجموعات المستهدفة الأخرى وأصحاب المصلحة؟ هل التدخل مصمم بشكل جيد؟ يعني مصفوفة النتائج نظرية التغيير وتحليل المخاطر على وجه الخصوص لتلبية الاحتياجات والأولويات؟ هل يتماشى المشروع مع استراتيجيات المنظمة أو المشروع وفقاً للمعايير العالمية؟ هل المشروع متوافق ودعم الاستراتيجيات الوطنية؟ هل يتماشى المشروع مع أولويات المانيحين؟ أم لا؟ كل هذه التساؤلات يجب أن نتمكن من الإجابة عليها إذا اعتمدنا هذا المعيار يفحص تحليل الملائمة مدى تفصيل الأنشطة الإنسانية للاحتياجات المحلية وزيادة الملكية والمسائلة والفعالية من حيث التكلفة وفقاً لذلك مثال على أسئلة التقييم إلى أي مدى تم تكييف الأدوات والتقنيات المستخدمة مع السياق المحلي إلى أي مدى تمت استشارة أصحاب المصلحة المحليين والمستفيدين وإشراكهم في تنفيذ الأنشطة إلى أي مدى تم تكييف الإمدادات المسلمة مع الاحتياجات المحلية ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاختصادي وأيضاً بالاعتماد إلى لجنة المساعدة الإنمائية ينظر الاتساق إلى توافق التدخل مع التدخلات الأخرى في بلد أو قطاع أو مؤسسة هنا إلى أي مدى تدعم التدخلات الأخرى خاصة السياسات التدخل والعكس صحيح يشمل التماسك الداخلي والتماسك الخارجي يعالج التماسك الداخلي أو جهة التآذر والترابط بين التدخل والتدخلات الأخرى التي تقوم بها نفس المؤسسة أو نفس أصحاب المشروع فضلاً عن اتساق التدخل مع القواعد والمعايير الدولية ذات الصيلة التي تتبعها المؤسسة أو المشروع يأخذ التماسك الخارجي في الاعتبار اتساق التدخل مع جميع الجهات والأطراف الفعلة هذا يجمل يعني الموائمة ولا تنسيق مع الأخارين بالإضافة إلى مدى إضافة التدخل للقيمة مع تجنب ازدواجية الجهود عينة من الأسئلة اللي من واجبنا لإجابة لها من إذا تم اختيار يعني هذا المعيار هل توجد أوجه تآذر مع التدخلات الأخرى اللي يتم تنفيذها وكذلك مع شركاء التدخل إلى أي مدى تدعم التدخلات الأخرى المنفذة التدخل أو يتم يعني تقوضه إلى أي مدى يتوافق ألا تدخل مع القوعد والمعايير الدولية اللي سيتم تطبيقها على السياق الحالي إلى أي مدى يتوافق التدخل مع تدخلات الجهات الفعلة الأخرى في نفس السياق إلى أي مدى يضيف التدخل قيمة قيمة الإزدواجية في سياق معين هنا معيار الألنب أيضا يستخدم ويشير إلى التماسك يعني إلى مدى تساق سياسات الأمنية والتنموية والتجارية هنا يعني هي معايير إنسانية وحقوق إنسان يجب أنها تكون مضمونة من خلال المشروع تراعي الفعالية مدى تحقيق التدخل أو من المتوقع إنه يحقق أهدافه ونتيجه بما في ذلك أي نتائج متبينة عبر المجموعات يضمن تحليل الفعالية مراعاة الأهمية النسبية للأهداف والنتائج الفعالية يعني على أنها تتمكنني من الوصول إلى الغرض اللي تبعث من أجل المشروع إحنا عين من الأسألة إلى أي مدى حقق التدخل أهدافه بما في ذلك إيصال مثلا هنا يعني إذا كان المشروع أو وصل يعني الفايدة عمت فيه الفايدة إلى جميع يعني الأطراف المداخلة هل تم تحقيق المخرجات والنتائج وفقا للخطط المعلنة هل يتم الوصول إلى المستهدفين كما هو متوقع هل العميل راضي عن الخدمات المقدمة أو يعني المنتج يرضى يعني هو يحظى برضاية واهتمام وعناية للعميل ما هي العوامل الرئيسية اللي تأثر على تحقيق نتائج المرجوة من التدخل إلى أي مدى تكيف المشروع أو كان قادر على التكيف مع الظروف الخارجية المتغيرة من أجل ضمان نتائج أفضل للمشروع نمر الآن إلى معيار التغطية تعرف على أنها مدى وصول العمل الإنساني إلى المجموعات السكانية الرئيسية اللي مثلا يعني توجد فيها الموضوع ويكون عنده أجداء نفع هذا المشروع على هذه المجموعة غالبا ما يمكن تضمين التغطية في تحليل الفعالية مثال على أسئلة التقييم من كانت المجموعة الرئيسية المحتاجة إلى مساعدات إنسانية واللي أنت نجمت يعني تفيدها من خلال بعثك للمشروع في هذه المنطقة دون غيرها من بين هذه المجموعات يعني هل النسبة لأنت تطمحلها تم تغطيتها أم لا هل أنت أردت يعني الوصول إلى فئة أكبر وتتمكنت كان من طرف قليل أم بالعكس يعني كنت مثلا تستهدف 10% ووصلت إلى تحقيق 20% كل هذه تساؤلات عليك الإجابة عنها حتى تتحقق من مدى هنا يعني تحقيقك للتغطية نمر الآن إلى التنسيق هو مدى انسجام التدخلات الجهات الفاعلة المختلفة مع بعضها البعض تعزيز التأذر تجنب الثغرات الإزدواجية تضارب الموارد تضارب المصالح يمكن في كثير من الأحيان إدراج التنسيق في تحليل الفعالية أيضا أيضا عينة على أسئلة التأتقين هل تشارك الجهات الفاعلة المختلفة في تنسيق الاستجابة للغاية والهدف المرجو هل وجهات النظر على اختلاف الجهات الفاعلة والمؤثرة في المشروع ككل تأخذ بعين الاعتبار في وضع استراتيجية واحدة للعمل من عدمه نمر الآن إلى مدى تقديم التدخل أو من المحتمل أن نؤدي بطريقة اقتصادية تراحي الكفاءة داخل المؤسسة أو من جميع أطراف المشروع وفي الوقت المناسب ملاحظة هنا الاقتصادية هو تحويل المدخلات يعني الأموال الخبرة الموارد الطبيعية الوقت وما إلى ذلك إلى مخرجات ونتائج وتأثيرات بأكثر الطرق الممكنة فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالبدئ الممكنة في السياق التسليم في الوقت المناسب وفي الوقت المحدد يكون ضمن الإطار الزمني المقصود أو إطار زمني يتم تعديله بشكل معقول لمتطلبات السياق المتطور قد يشمل ذلك تقييم الكفاءة التشغيلية ومدى جودة إدارة التدخل عين عن بعض الأسألة التي يجب لتقييم هذا المعيار هل تم تنفيذ أنشطة المشروع وهل تم تسليم المخرجات وفقا للرزنامة الزمنية المحددة هل تم تنفيذ المشروع بأكثر الطرق كفاءة مقارنة بوسائل التنفيذ البديلة ما مدى جودة تحويل الموارد والأموال والخبرة والوقت إلى نتائج إلى أي متى يتم الصرف أو توفير المدخلات للأنشطة المنافذة كما هو مقرر هنا يمكن أن نعتمد الألنب على أنه يتضمن يعني هو معيار الكفاءة ويمكن احتماده للنظر في المخرجات النوعية والكمية والتحقق من نتيجة هذه المدخلات ينظر التأثير داخل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أيضا بالاعتماد إلى لجنة المساعدة الإنمائية إلى مدى توليد التدخل أو من المتوقع أن يولد التأثيرات إيجابية أو سلبية كبيرة مقصودة أو غير مقصودة ذات مستوى أعلى أم لا هنا يتناول التأثير الأهمية القصوى والتأثيرات التحويلية المحتملة للتدخل كما يسعى إلى تحديد الأثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للتدخل الأطول أمدنة أو الأوسع نطاقا من تلك التي تم تسجيلها بالفعل بمجب معيار الفعالية بعيدا عن النتائج المباشرة يسعى هذا المعيار إلى التقاط النتائج غير المباشرة والثانوية والمحتملة للتدخل وهي تقوم بذلك من خلال فحص التغييرات الشاملة والدائمة في الأنظمة أو المعايير والتأثيرات المحتملة على يعني مدى تأثيرها في الناس والمحافظة على حقوق الإنسان بالإضافة إلى المساوات بين الجنسين والبيئة أمثلة عن أسئلة يمكن الاعتماد عليها في التقييم ما هو التغيير أو التغييرات الهامة التي يجلبها التدخل أو يتوقع أنه يجلبها سواء كانت إيجابية أو سلبية مقصودة أو غير مقصودة هل يأتي التأثير من التدخل أم من العوام من الخارجية أم من كليهما هل اتخذ التدخل تدابير في الوقت المناسب للتخفيف من أي أفار سلبية غير مخطط لها نمر إلى الاستدامة فهي تشير إلى مدى استمرار الفوائد الصافية للتدخل أو احتمال استمرارها كل الهياكل والموارد والعمليات موجودة لضمان استمرار الفوائد الناتجة عن المشروع بعد توقف الدعم الخارجي تشمل فحص القدرات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية للأنظمة اللازمة بغاية الحفاظ على صاف الفوائد بمرور الوقت يتضمن تحليلات المرونة والمخاطر والمفاضلات المحتملة اعتمادا على توقيت التقييم قد يشمل ذلك تحليل التدفق الفعلي للمنافع الصافية أو تقدير احتمالية استمرار صافي الفوائد على المدى المتوسط والطويل أمثل عن أسئلة التقييم هل المشروع مدعوم من قبل المؤسسات المحلية ومندمج بشكل جيد في الهياكل الاجتماعية والثقافية المحلية هل يتمتع الشركاء المستفيدون من التدخل بالقدرات الكافية فنية كانت مالية أو إدارية لضمان الاحتفاظ بالمزايا على المدى الطويل هل هم ملتزمون بذلك إلى أي مدى شركة المجموعات المستهتفى وربما مجموعات المصالح الأخرى ذات الصيلة للإستدامة هل لدى المجموعات المستهتفة أي خطط لمواصلة الاستفادة من الخدمات أو من المنتجات المنتجة يبحث الترابط في مدى تنفيذ الأنشطة ذات الطبيعة الطارئة قصيرة الأجل في سياق يأخذ في الاعتبار المشاكل طويلة المدى والمترابطة يضيف بعد إنساني للاستدامة هنا سؤال للتقييم إلى أي مدى ترتبط أنشطة المشروع بشواغل التنمية طويلة الأجل وما هي الخطوات التي اتخذت لتعزيز الاحتفاظ بالمكتسبات من خلال هذا التدخل للحوصلة والاستنتاج يمكن أن نقول قد يتغير التركيز على معايير معينة في مراحل مختلفة من دورة حياة التدخل في التقييم المسبق يمكن أن يكون التركيز على الملائمة بينما بالنسبة لتقييم منتصف المدة يمكن أن يتحول نحو الفعالية والكفاءة بحيث يمكن تقديم توصيات للتحسين أثناء التنفيذ إذن بحلول نهاية دورة الحياة تكون التقييمات النهائية واللاحقة أكثر قدرة على تقييم الأداء العام والاستدامة وتأثير التدخل ومع ذلك يجب أن تأخذ معايير التقييم دائما في الاعتبار المتطلبات المحددة للتقييم ومصالح المستخدمين النهائيين للتقييم وأصاب المصلحة الآخرين يقوم مفووظ التقييم أو مدير التقييم بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين باختيار معايير التقييم المراد استخدامها بالإضافة إلى تحديد الأسألة اللي يجب الإجابة عليها والاعتماد عليها لقياس ولتقييم هذه المعايير يجب توضيح المعايير المختارة بوضوح وأيضا من الضروري أنها تعكس بشكل صحيح الغرض من التقييم ونطاقه ترجمة نانسي قنقر